السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله اهلا بيكم في حلقة جديدة مع حلقة قناة خلطة جديدة اليوب وخبر جديد بيتقال في السعودية للأسف بقى فيه مصرع نسائية بعد ما كان فيه ديسكو حلال وبعد ما كان بقى الأغاني والحفلات بتطلع علينا كده مرة واحدة من السعودية بلد الحرمين الشريفين وكل تحياتي لكل سعودي بيسمعني دلوقتي وانتبعني انا لا اقصد اي شيء بس ما افتكرش اللي رضاق اللي بيحصل ده كمان مصرعة نسائية هو بلد اللي فيها الحرمين الحرم المكي والحرم حرم المكي وحرم المسجد النبوي وللأسف احنا مش عارفين اللي بيحصل في السعودية احنا حزين جدا على الأغاني وعلى الأب وكمان دور السينما وكمان الستات انها هتمشي بدوننا عبيات وتمشي متبرجة بس شرط ان هي متبقاش متبرجة قوي يعني تلمت دور شوية ده كلام يا اخوانا ده كلام انا حزين جدا بس عشان اي سعودي طبعا ولاية الشرف اني من اكتر الناس اللي بتشاهد فيديوهاتي الاخوة الصعادين مليون تحية ليهم بس والله انا حزين انا عارف ان في بلدنا يحصل كده لكن انتو غير كده انتو بلدكو فيها الحرمين بلدكو من الاراضي المقدسة اين عم احنا بلدنا كمان فيها جزء مقدس جبل الطور بسينة لكن للأسف ما تبقوش انتو كمان بالشكل ده احنا على قد ما بنقدر بنحاول ان نبقى مدايقين او مزهد اه دقنا من الافلام والمسلسلات اللي بتبقى اوبر قوي لكن انتو حاجة تانية انتم مفروض تتمسكوا بقى وتبقوا اكتر مننا تمسك بلاش الافلام وبلاش تبقى الدنيا سايحة خالص كده بلاش ان يبقى يكون فيه مصرعة نسائية بجد والله انا حزين جدا لو كل صعود بيتفرج عليها وعجب ان يكون فيه مصرعة نسائية ياريت يكتب في التعليق ان هو عجبه وياريت يكون عنده جراءة ويقول لأ مش عاجبني بلدات السعودية دي احنا نعتز بيها كنا فعلا بنحس ان هي ماشي على الدين الاسلامي بشكل كبير جدا لكن الديسكو الحلال والحوارات دي كلها والاغاني والسينما ودور المرأة اللي بقى خلاص بقى يعني مفيش اي ستر ليها بقت بدون العباية والكلام ده كله مش نقصة مصرعة نسائية طبعا يا جماعة المفروض ده اجيب لكم صورة عن مصرعة نسائية لكن الصورة اللي هجيبها هيكم الدارية شوية على الاتنين اه المصرعتين النسائتين اللي هيكموا ليهم اه المسابقة دي او البطولة ديت او العرض دوت اه طبعا الصورة هتبقى مدرية بالشكل ده كده مش هقدر اجيبها باكتر من كده انتو عارفون القناة ليه هلتزامها وما اقدرش ان انا اه اجيب اي صور تكون من الظريفة على قد ما بقدر طبعا اتمنى يا رب من كل الاخر السعوديين يكتبوا تعليقاتهم وغير السعوديين يكتبوا تعليقاتهم في الفيديو وقولوا رأيهم ايه في اللي بيحصل في السعودية من ديسكو والمصارعة النسائية بالزياد طبعا لدي موضوع حلقتنا وفي نهاية الحلقة انا بشكركم واتمنى يا رب يكونوا في فيديو عجبكم وتنسوش السبسكرايب واللايك والشير شكرا لكم في حفظ الله وامنك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته